على شغلكم؟ لا ما عصرتش على شغلنا. ولا اللي بيجيب ده مش هيجيب ده؟ بالزبط يعني هي الخيامية المطبوعة ليها طابع والشغل اليه دوي ليه طابع تاني. الخيامية المطبوعة هي قديمة يعني هي بقى لها اكتر من حوالي 20 سنة. اتباعها دخلت في الشغل السوان وشغل الفراشة. وبعد كده بقى اخيرا في خمس ست سنين الاخرى ابتدوا الناس بقى يستغليمها في الدكورات وفي رمضان وخيم رمضانية وحاجات زي كده. اه اه. انت وارث الفن ده او المهنة دي عن والدك وجدك والعائلة كلها مظبوط؟ بالزبط. لما يعني كبيرت وبدأت تشتغل وحتصرف على نفسك وهتعمل البيزنس بتاعت. هل فكرت قلت لا ما بقاش فيه دلوقتي اقبال على الشغل ده اعمل حاجة تانية ولا استمرت فيه؟ استمرت فيه لان انا بحب الشغل ده. انا تربيت في الشغل الخيامية وبحبه يعني انا بحمد ربنا ان انا في احلى نعمة دلوقتي ان انا بعمل الشغل ده. اه وبتعمل شغلة بمزاج. بالزبط. صح يا كده؟ وحاول بقى اجدد برضو يعني فيه برضو حاجات جديدة كل فترة بتبقى في حاجات جديدة الواحد بيبقى مقصود بيها. اشتركوا في القناة